يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد رجال مباراة مع نظيره السويدي عند التاسعة والنصف المساء اليوم في إطار ربع نهائي بطولة العالم في نسختها الثامنة والعشرين والمقامة في بولندا والسويد وتستمر حتى يوم التاسع والعشرين من يناير الجاري ويسعى المنتخب الوطني لكرة اليد لتحقيق إنجاز قوي في اللقاء بدخول المربع الذهبي والتفوق على السويد مثل ما نجح في تحقيق الفوز في آخر مواجهة جمعتهما بنتيجة 27 ل22 في أولمبياد توكيو الأخيرة التي حصد خلالها الفراعنة المركز الرابع